بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية المسار العام درسنا لهذا اليوم هو مراجعة ختامية للفصل السادس معكم الاستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلا وسهلا بكم في درسنا لهذا اليوم الفصل السادس وكان درسنا وهو الصحة النفسية وكانت الفكرة المحورية للفصل مفاهيم الصحة النفسية وتصنيفات الاضطرابات النفسية ونماذج للتعامل معها إذن عنواننا في هذا الفصل هو الصحة النفسية وتحدثنا في هذا الفصل في عدة دروس وكان الدرس الأول في هذا الفصل هو مدخل الصحة النفسية والدرس الثاني أيضا اضطرابات الصحة النفسية والدرس الثالث الضغوط النفسية مجملا الأفكار الرئيسية لهذا الفصل السادس وهو الصحة النفسية للتذكير التعرف على مفاهيم الصحة النفسية ومحدداتها ومواجهة تحديات الحياة بمفهوم إيجابي للذات وطرق الحصول على المساعدة ثانيا التعرف على الاضطرابات النفسية وأهم أنواعها وعلاماتها وآثارها ثالثا إدارة الضغوط النفسية والتعامل معها بإيجابية وفعالية هو جزء من نمط الحياة الصحية والتعرف أيضا على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الصحة النفسية لدى الفرد والمجتمع وكانت أهداف هذا الفصل السادس تعرف الطالب والطالبة على أولا تعرفنا على مفاهيم الصحة النفسية ومحدداتها ومواجهة تحديات الحياة بمفهوم إيجابي للذات وأيضا طرق الحصول على المساعدة وأيضا تمييز أبرز الاضطرابات النفسية الشائعة وطرق المساعدة المتاحة في نظام الخدمات الصحية ثالثا من أهداف الفصل توضيح مفهوم الاكتئاب وأنواعه ودرجاته وأسبابه وأعراضه وما هي الطرق المناسبة للتعامل معه رابعا وصف مفهوم التوتر والضغوط النفسية وتحديد أسبابها والطرق والممارسات الصحيحة للتعامل معها خامسا وصف دور الأسرة والمدرسة في القيام بالمساندة الاجتماعية والتخصصية للتعامل مع الاضطرابات النفسية سادسا تثمين جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع إذن هذه كانت هي أهداف الفصل السادس وهو الصحة النفسية درسنا الأول هو مدخل الصحة النفسية وتم دراسته مسبقا وسوف نقوم بمراجعته الآن والفكرة الرئيسية في هذا الدرس التعرف على مفاهيم الصحة النفسية ومحدداتها ومواجهة تحديات الحياة بمفهوم إيجابي للذات وطرق الحصول على المساعدة إذن عزيزي الطالب والطالبة فكرتنا في هذا الدرس مدخل الصحة النفسية هو أن نتعرف على مفاهيم الصحة النفسية وأنواعها وآثارها وطرق أيضا التعامل معها وعلاجها وأيضا الحصول على تقدير إيجابي للذات وتعرفنا في نهاية درسنا مدخل الصحة النفسية على عدة أهداف أولها أتعرف على مفهوم الصحة النفسية ومحدداتها وأحدد صفات الصحة النفسية الإيجابية وطرق المحافظة عليها وأميز علامات الإنذار المبكر لمشاكل الصحة النفسية وأصف مهارات تعزيز الصحة النفسية لمواجهة تحديات الحياة وأتعرف أيضا على مستويات طلب المساعدة في المشاكل الصحية نبدأ بمفهوم الصحة النفسية وتم دراسته ومفهوم الصحة النفسية هي مدى القدرة على التعامل الأمثل في مواجهة التحديات سواء كانت هناك معاناة من اضطرابات نفسية أو لم تكن وتصف منظفة الصحة العالمية الصحة النفسية بأنها حالة من العافية يمكن للفرد فيها تكريس قدراتها الشخصية والتكيف مع أنواع الإجهاد الاعتيادية والعمل بفعالية والإسهام في المجتمع وتتمثل فيه القدرة على تحقيق مفهوم الرضا النفسي والتصالح مع الذات واللياقة الذهنية والتعايش بعيدا عن الاستسلام للضغوط والإرهاق النفسي نأتي بعد ذلك لمحددات الصحة النفسية تسهم العديد من العوامل في ظهور مشاكل الصحة النفسية ومنها محددات الصحة النفسية وتم تحديدها من خلال ثلاثة محددات هذا الأول عوامل حيوية والثاني تجارب الحياة والثالث التاريخ العائلي إذن لدينا ثلاث محددات للصحة النفسية عوامل حيوية تجارب الحياة والتاريخ العائلي وتحدثنا عن العوامل الحيوية وتكون مثل الوراثة أو كيميا الدماغ والمحدد التالي تجارب الحياة مستوى التعليم والثقافة أو المواقف الإيجابية أو التعرض لصدمة والمحدد الثالث وهو التاريخ العائلي مثل ظهور بعض المشاكل في الصحة النفسية لدى العائلة وهو يعتبر عامل وراثي إذن هذه المحددات الثلاثة عوامل حيوية تجارب الحياة التاريخ العائلي بعد ذلك أخذنا الصحة النفسية الإيجابية وتتطور الصحة النفسية الإيجابية بشكل مستمر فهي تتغير أيضا مع التجارب الإيجابية أو السلبية التي يمر بها الفارد ويمكن أن تعاني الصحة النفسية في بعض الأحيان من إضطرابات وأمراض يجب التعامل معها لاستعادة التوازن النفسي لذلك يمكن النظر أيضا إلى الصحة النفسية الإيجابية على أنها بعد من أبعاد العافية للفرد وهي نتيجة لعملية تطوير مستمر في شخصية الفرد وتمكنه من الاستفادة القصوى من إمكانياته وقدراته المتنوعة العقلية والنفسية والالجتماعية نأتي بعد ذلك لسمات الصحة النفسية الإيجابية وسمات الصحة النفسية الإيجابية لدينا سمات الصحة النفسية الإيجابية وطرق الحفاظ على الصحة النفسية الإيجابية سمات الصحة النفسية الإيجابية إدراك الإمكانيات والقدرات الذاتية لك أنت التعامل المناسب مع ضغطات الحياة وتقديم مساهمات مفيدة في مجتمعك عندما تقدم هذه المساهمات للمجتمع فهي من سمات الصحة النفسية الإيجابية التي تعزز لديك تقدير الذات وزيادة الإنتاجية في العمل إذن هذه سمات الصحة النفسية الإيجابية وطرق المحافظة عليها أيضا الحصول على مساعدة احترافية ومختصة نفسية عند الحاجة من ناس مختصين في الصحة النفسية هذه إحدى الطرق للحفاظ على الصحة النفسية والحصول على نوم كافي ويكون لديك أيضا نظام غذاء سليم والتواصل مع الذات تقديم المساعدة للآخرين ممارسة النشاط البدني بانتظام التواصل الجيد مع الآخرين في نهاية درسنا تعلمت عزيزي الطالب أن الصحة النفسية عبارة عن حالة حالة من العافية يمكن للفرد تكريس قدراته الشخصية والتكييف مع أنواع الإجهاد الاعتيادية والعمل بفعالية والإسهام في المجتمع هناك عوامل اجتماعية وعقلية وحيوية متعددة تحدد مستوى الصحة النفسية لدى الفرد إذا هذا ماذا تعلمنا في مدخل الصحة النفسية أيضا أخذنا في الفصل السادس الدرس الثاني وهو اضطرابات الصحة النفسية وكانت الفكرة الرئيسية لهذا الدرس التعرف على الإضطرابات النفسية وأهم أنواعها وعلاماتها وآثارها إذن ننتقل الآن إلى الدرس الثاني وهو اضطرابات الصحة النفسية ودرسنا في الدرس الأول وكان مدخل الصحة النفسية وهنا فكرتنا لهذا الدرس هي أن نتعرف على ما هي الإضطرابات النفسية وأنواعها وآثارها وطرق أيضا التعامل معها وعلاجها وكانت أهداف هذا الدرس وتعرفنا أيضا أولا تتعرف على مفهوم الإضطرابات النفسية تميز بين أبرز الإضطرابات النفسية الشائعة في المجتمع وتتعرف على مفهوم الاكتئاب وأنواعه وطرق علاجها ثلاثة أهداف تعرفنا عليها في نهاية الدرس إضطرابات الصحة النفسية ثم أخذنا مفهوم إضطرابات الصحة النفسية فالإضطراب النفسي يعتبر هو حالة نفسية تصيب تفكير الفرد لاحظ هنا تصيب تفكير الفرد كلمة تفكير الفرد أو مشاعره أو حكمه على الأشياء أو سلوكه وتصرفاته إلى حد تستدعي التدخل لرعاية هذا الفرد ومعالجته وتعد اضطرابات الصحة النفسية إحدى المشاكل الرئيسية التي يتواجهها الصحة العامة والتعرض لإضطرابات الصحة النفسية لا يفرق بين أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية ومستوى الثقافة والتعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية هنا أيضاً اضطرابات الصحة النفسية الشائعة نتحدث عن اضطراب قلق الانفصال الرهاب الاجتماعي وهو القلق الاجتماعي أيضاً واضطراب الوسواس القهري اضطراب الكرب ما بعد الصدمة الاضطراب الانفجاري المتقطع اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة اضطراب الاكتئاب إذن هذه الاضطرابات هي اضطرابات الصحة النفسية الشائعة ثم بعد ذلك أخذنا درجات حدة الاكتئاب فتم تقسيم درجات حدة الاكتئاب إلى ثلاثة أقسام اكتئاب خفيف الحدة واكتئاب متوسط الحدة واكتئاب شديد الحدة إذن لدينا خفيف ومتوسط وشديد الخفيف يتمكن الفرد من ممارسة أنشطة في حياته اليومية بعد بذل جهد كبير والاكتئاب المتوسط يواجه الفرد قيود شديدة أثناء آداء الأنشطة الخاصة في الحياة اليومية وتقل الرغبة في التواصل الاجتماعي هنا تقل الرغبة والاكتئاب شديد الحدة هنا يفقد الفرد القدرة على ممارسة أنشطة الحياة اليومية وتستمر الأعراض أحيانا أكثر من سنتين في حالة الاكتئاب المزمن بعد ذلك أخذنا أعراض الاكتئاب أعراض نفسية وأعراض جسدية وأعراض اجتماعية وسلوكية وكلها مرتبطة في بعضها البعض الأعراض النفسية تكون لديك أفكار متكررة حول عدم الرغبة في الحياة أفكار متكررة صعوبة في التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرارات أو نسيان بعض الأشياء نوبات الغضب أو التهيج أو الإحباط حتى من أبسط الأمور الشعور بالقلق أيضا والتوتر فقدان الاهتمام أو المتعة تكون لديك مشاعر حزن أو بكاء أو يأس وضعف ثقة بالنفس لديك والشعور بالدونية وهذه الأعراض هي أعراض نفسية والأعراض الجسدية التي تخص الجسم اضطراب في الأكل اضطرابات في الأمعاء اضطرابات في النوم وشعورك بالخمول بشكل مستمر صداع وآلام في العضلات بدون أي سبب بطء في التفكير أو التحدث أو الحركة والأعراض الاجتماعية والسلوكية ميلك للانعزال والابتعاد عن الأهل والاستقاة وعدم الرغبة في الاجتماع عدم اهتمامك بأداء واجباتك اليومية تعاطي المخدرات والكحول طريقة التعامل مع الاكتئاب يمكن التعامل مع الاكتئاب باتباع الإرشادات التالية الحرص على ممارسة النشاط البدني بشكل مستمر ممارسة الأعمال الإيجابية كالصدقة والعمل التطوعي تنظيم الوقت وإعداد قائمة للإنجازات اليومية ومواعيدها والحرص على المشاركة الاجتماعية وممارسة التدوين وكتابة الأشياء وتعبيرك عن المشاعر تعلم تقنيات الاسترخاء كالتفكير التأملي وأيضا الإطالة الخاصة لعضلات الجسم تجنب اتخاذ القرارات المهمة عندما تشعر بالاكتئاب أطلب المساعدة من الآخرين والدعم الاجتماعي أو الطبي وتعلمنا في هذا الدرس الطرابات الصحة النفسية أنه يشير مفهوم الاطرابات النفسية إلى مجموعة من أمراض الصحة النفسية وهي عبارة عن حالة صحية تؤثر على مشاعرك وتفكيرك وسلوكك وأنه يتعرض جميع أفراد المجتمع إلى الاضطرابات النفسية بمختلف الأعمار والثقافات وأوضاعهم الاجتماعية وأن الاكتئاب يسبب شعور متواصلا ومستمر بالحزن وعدم الرغبة في ممارسة الأشياء وفقدان المتعة والاهتمام بالأمور المعتادة ويمكنك التعامل مع اضطرابات الاكتئاب بالحرص على ممارسة النشاط البدني وتنظيم الوقت وتجنب العزلة ثم بعد ذلك كان درسنا الثالث في الفصل السادس هو الضغوط النفسية وكانت الفكرة الرئيسية أن إدارة الضغوط النفسية والتعامل معها بإيجابية وفعالية جزء من نمط الحياة الصحية والتعرف على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الصحة النفسية لدى الفرد والمجتمع وتعرفنا في نهاية هذا الدرس على عدة أهداف كما تشاهدون أولاً أتعرف على مفهوم الضغوط النفسية وأحدد أسباب الضغوط النفسية وأصف الطرق والممارسات الصحيحة والخاطئة عند التعامل مع الضغوط النفسية أقترح خطوات علمية لإدارة والتعامل مع الضغوط النفسية وأقدر جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز صحة المجتمع وشرحنا سابقاً الضغوط النفسية هي شعور الفرد بأنه تحت ضغط غير طبيعي نتيجة زيادة أعباء الحياة ومتطلباتها التي تتراكم بعضها فوق البعض إلى أن تؤثر بطريقة سلبية على مشاعر وأفكار وسلوك الفرد فيستجيب سلبية لتلك الضغوط وتظهر عليه أعراض جسدية أو أعراض عقلية أو تغييرات سلوكية وتحدثنا عن أسباب الضغوط النفسية كما تشاهدون التغييرات الرئيسية في الحياة والمتاعب اليومية والضغوطات الدراسية والضغوطات الاجتماعية والضغوطات الخارجة وهي البيئية والضغوطات الداخلية الشخصية والفقدان وضغوطات أخرى إذن عندما نتحدث عزيزي الطالب والطالبة عن ما هي أسباب الضغوط النفسية تم ذكرها هنا أنها بعض التغييرات الرئيسية التي تكون في الحياة والمتاعب التي تكون بشكل يومي في حياتك والضغوطات الدراسية أيضا والضغوطات الاجتماعية والضغوطات أحيانا تكون الخارجية وهي بيئية والفقدان ونتحدث عن الفقدان عندما يكون هناك فقدان لشخص عزيز لوالدين لأحد الأطفال هذه هي أحد الأسباب الخاصة بالضغوط النفسية ثم بعد ذلك تحدثنا عن أعراض الضغوط النفسية أعراض جسدية وأعراض عقلية وأعراض سلوكية الجسدية وتكون صداع وألم في الصدر وتصلب في العضلات ومشاكل في المعدة والأعراض العقلية الصعوبة في التركيز واتخاذ القرارات شعور بالإرهاق أيضا قلق مستمر النسيان والأعراض السلوكية سرعة الانفعال قلة أو كثرة النوم تجنب أماكن معينة أو أفراد التدخين وشرب الكحول وطريقة التعامل مع الضغوط النفسية تخلص من مسببات التوتر أن يكون هناك دعم اجتماعي وتغذية جيدة وأن تمارس النشاط البدني والرياضة وتدير الوقت ويكون هناك نوم كافي وتحافظ على الأنشطة وهواياتك وتطلب المساعدة من المختصين وتعلمنا في هذا الدارس الضغوط النفسية أن الضغوط النفسية تنتج من مواقف تثير ردود فعل جسدية وعاطفية وتأثيرات الضغوط النفسية تختلف من شخص إلى آخر ويمكنك إدارة الضغوط النفسية بالتخلص من مسببات التوتر وتعزيز الدعم الاجتماعي وتعلمنا أيضا تهدف الرعاية الصحة النفسية إلى توفير العناية الطبية اللازمة للمرضى النفسيين وحماية حقوقهم وحفظ كرمتهم وكانت هذه الدروس الثلاثة الخاصة بالصحة النفسية كما تشاهدون هنا أخذنا في الدرس الأول مدخل الصحة النفسية والدرس الثاني اضطرابات الصحة النفسية والدرس الثالث الضغوط النفسية ختاما عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته